بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الاستمرارية والاشتقاقية لرقم اثنان إذن لننطلق على بركة الله قال جي دالة معرفة كما يلي أعطيت لنا عبارتان للدالة مع شرطين السؤال الأول قال عين مجموعة تعريف الدالة جي إذن نكتب تعيين دي جي يعني مجموعة تعريف الدالة جي إذن ننطلق أولا بالعبارة الأولى لاحظوا جيدا هنا أبناء لأنه يوجد لنا العبارة الدالة لها عبارتان لاحظوا إلى هذه العبارة وعندنا العبارة كذلك الثانية إذن ننطلق في العبارة الأولى إذا قلنا دي لاحظوا نقول دي واحد بحيث لاحظوا ماذا نقول نقول إكس ينتمي إلى آر يعني إكس هذا عدد حقيقي بحيث ماذا هنا ركزوا أبنائي نقطة نقطة كي تتعلموا كيفية استخراج جموعة تعريف دلالة ما تكون دلالة عدة عبارات نقول أنه أربع ناقص ثلاثة إكس بما أن العبارة تحتاج إلى نقول أكبر أو يساوي السفر ونضيف ولاحظوا والشرط الثاني ها هو يا أبنائي وكلمة و يعني هذه كلمة و في الرياضيات نقصد بها تقاطع وماذا هو إكس أقل تماما من الواحد هكذا إذن ما علينا الآن أبنائي نقول دي واحد تساوي ما زال قلنا إكس ينتمي إلى آر بحيث هنا نحل هذه المتراجحة لنستخرج الإكس لاحظوا جيدا قيم الإكس هنا يمكن أن نضرب في الناقص نضرب أبنائي ننقل هذا إلى هنا فيصبح لنا ناقص ثلاثة إكس أكبر أو يساوي لنا ناقص أربعة مع و كذلك الإكس دائما يبقى يتبع أنه أصغر من الواحد نضرب المتبينة في ماذا نقول دي واحد تساوي إكس ينتمي إلى آر بحيث هذه المتبينة أو المتراجحة نضربها في الناقص فتتغير اتجاهها فتصبح لنا ثلاثة إكس أقل أو يساوي لنا أربعة و إكس أقل من واحد لاحظوا جيدا كيف نستخدم جمعة تعيش الأول إذن فتصبح لنا تساوي إكس ينتمي إلى آر بحيث هذا العدد ينتقل إلى هنا أو نقول نضرب في ماذا نضرب في واحد على ثلاثة المهم تصبح لنا إكس أقل أو يساوي لنا من أربعة على ثلاثة و إكس أقل من واحد كلمة قلنا وهي التقاطع معناها لو نأتي الآن ونرسم ونقوم برسم ماذا نرسم معلم خطها كذا بسيط لاحظوا إذا قلنا هنا الصفر ها هو الصفر ها هي الناقص ما لا نهاية و ها هي الزائم ما لا نهاية عندنا هذا المجال الأول هذا يعطينا كم؟ أربعة على ثلاثة فيعطينا واحد فاصل واحد فاصل إذن هنا إذا قلنا هنا الواحد ها هو الواحد فيكون الآخر هو هنا تكون أربعة على ثلاثة قال إكس أقل إكس كلمة إكس أقل معناه يكون من هنا إلى غاية هذا المكان المجال الأول يعني من ناقص ما لا نهاية إلى ثلاثة على أربعة و عندنا الشرط الثاني اللي هو هذا إكس أقل تماما من واحد يعني يأتينا من هنا عفوا استعمل المسترى أفضل من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الواحد قلنا تقاطع المجالات يعني تقاطع الألوان تقاطع الألوان أكيد سوف يكون من هنا إلى هنا فنقول ماذا بكل بسطة فنقول دي واحد دي جي واحد معناه تصبح لنا من ماذا من ناقص ما لا نهاية أبنائي إلى غاية الواحد مفتوح هذا فما يخص الجزء الأول إذن تذكروا أن الجزء الأول من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد مفتوح يعني لما تقاطع الألوان وهو اللون الأخضر مع اللون الأزرق أبنائي فتولد لنا ذلك التقط الآن وجدنا مجموعة التعريف للجزء الأول وهي D1 نأتي الآن إذا نأتي هنا D1 تسوي لنا من ناقص مال نهاية إلى غاية الواحد مفتوح نأتي إلى D2 ال D2 انظروا جيدا معي أبنائي ها هي العبارة الثانية الشرط ماذا قال تصبح لنا D2 تسوي لنا X ينتمي إلى R يعني كل عدد الحق بحيث ما بداخل الجذر اللي هو X ناقص واحد يكون أكبر أو يساوي السفر و X أكبر أو يساوي واحد انظروا جيدا وقلت كلمة و إذن مجموعة التعريف هذا تقاطع هذا المجال فتصبح لنا D2 تساوي لنا X ينتمي إلى R ننقل هذا إلى هنا فيصبح لنا X أكبر أو يساوينا واحد و X أكبر أو يساوي واحد نقول هنا تقاطع المجالات كذلك نقوم بإسم معلم خطي أول معلم خطي إذن عندنا الواحد إذا قلنا الواحد في هذا المكان فتصبح لنا من ماذا؟ من الواحد إلى غاية زائد ما لنهاية والآخر كذلك يعني يصبح نفسه من واحد إلى زائد ما لنهاية يعني لأن المجال مجال واحد وتصبح لنا مجموعة التعريف لنقول D2 تساوينا ماذا؟ من الواحد إلى الزائد ما لنهاية إلا أن المجال هنا مغلق لأنه أكبر أو يساوي إذن D2 تصبح لنا من واحد إلى الزائد ما لنهاية الآن هو قال استخرج ماذا؟ مجموعة التعريف الدالة كليا فماذا تقول قائد أبناي؟ حتى يعني تكون الأمور جد واضحة سوف نترك العبارة كما هي إذن انظروا قلنا أن هذا سميناه D1 اللي هو يساوينا من ناقص ما لنهاية إلى واحد مفتوح والآخر ماذا؟ D2 الذي هو ماذا؟ من واحد إلى غاية زائد ما لنهاية أبناء هنا عليكم أن تفهموا شيئا واحد تقول القاعدة إذا كان هذا مع هذا فهنا يحدث تقاطع المجالات وهذا مع هذا كذلك تقاطع المجالات أما هذا مع هذا يعني كيف هذا؟ يعني مجموعة التعريف هذه كليا مع هذه كليا افهموها أبناي يعني هذا مع هذا مثل هذه مع هذه يعني مجموعة التعريف العبارة الأولى التي فوق والتي في الأسفل نقول هنا اتهاد المجالات اتهاد المجالات معناها تصبح لنا هكذا DG تساوي لنا D1 اتهاد D2 فتصبح لنا تساوي ركزوا أرجوكم سوف أقوم بالشرح هنا على المعلم حتى تفهموا يا أبنائي إذن D قلنا D1 وهي من ناقص ما لا نهاية إلى الواحد لكن الواحد هنا إذا جئنا إلى الواحد هذا هنا الواحد فيكون هكذا يعني مفتوح عند هالمجال من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ماذا أبنائي إلى غاية الواحد ثم تأتي العبارة الثانية من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية انظروا جيدا من الواحد قلنا إلى الزائد ما لا نهاية هنا لا يدخل هنا يدخل الواحد إذن اتحاده ماذا يعطينا يعطينا أن الواحد يصبح يدخل في مجموعة التعريف إذا ماذا تصبح تصبح لنا من ناقص ما لا نهاية إلى ماذا إلى الزائد ما لا نهاية لأن هنا الواحد لا يدخل لكن مع اتحاد هذا الواحد أنه يدخل يصبح من المزموعة التعريف تصبح أبنائي من ناقص ما لا نهاية إلى غير الزائد ما لا نهاية معناه تصبح تساوينا كل الأعداد الحقيقية هي R هكذا أبنائي أعيد حتى تفهموا إذا قلنا هذا مع هذا التقاطع وهذا مع هذا التقاطع الشيء الذي نجده بينهم مثل D1 و 2 نقول اتحاد لما قمنا بعملية الاتحاد الواحد هنا لا يدخل لكن هنا أصبح يدخل إذن مباشرة في اتحادهم تصبح لنا من ناقص ما يزين من لأن الواحد هذا الذي كان يحدث إشكال حل مشكلته حلت في المجال الثاني هكذا أبنائي قد تعلمنا كيفية استخراج مجموعة التعريف الدوال من هذا النوع نأتي الآن أبنائي إلى سؤال آخر قال أدرس استمرارية الدلة أكيد جي عند الواحد إذن ننطلق في الأول إذن أركزوا أبنائي ما معنى الاستماع إذن نقول كعنوان دراسة استمرارية الدالة جي عند الواحد أولا حتى تكون دالة هو لم يقول أنها برهن أنها مستمرة لا قال استمرارية الاستمرارية معناه تكون إذن نقول هكذا لميت جي لإكس لما الإكس يؤول إلى إكس صفر إذا وجدناها أنها تساوي لنا ماذا إذا تساوي لنا أن جي لإكس صفر نقول على أن الدالة تكون مستمرة إذا قلنا هكذا إذا قلنا أن لميت إكس لما إكس يؤول إلى الإكس صفر بقيم أكبر لجي لإكس تساوي لنا جي لإكس صفر نقول أن هنا الدالة كيفية مستمرة على يمين يمين ماذا على يمين جي لاحظوا جيدا على يمين الواحد تابعوا جيدا أبنائي إذن ننطلق في الأول نقوم بحساب جي لي واحد الجي لي واحد هنا يقول أحدكم نحن الآن نتعامل مع ماذا نتعامل مع اليمين ها هي اليمين نقوم الآن بحساب الواحد الواحد يا أبنائي هنا لا يمكن حسابه مباشرة لأن الواحد هنا تدلغ في هذه الجهة غير معرفة عندها لكن هنا الواحد يدخل في المجال لأن الآن يمكن أن نعوذ في العبارة الثانية العبارة الأولى لا نعوذ مباشرة لماذا أبنائي لأن المجال الثاني هو الذي يسمح الواحد بالدخول إذن تعالوا نقوم بحساب ماذا بحساب نحن ندرس على هذه الجهة إذن نقوم بحساب الجي لي واحد تصبح لنا ماذا ثلاثة عفوا واحد ناقص ثلاثة زائد واحد ثلاثة واحد ناقص واحد وتسعينا كم وتسعينا ناقص اثنان إذن تذكروا أن جي لي جي لي واحد تساوي لنا ناقص اثنان الآن نأتي بنقول limit جي لي لما الـ x يؤول إلى الواحد بقيم أكبر بقيم أكبر أكيد سوف نستعمل هذه العبارة تصبح لنا limit انظروا جيدا limit ثلاثة عفوا x ناقص ثلاثة x ناقص ثلاثة زائد جذر x ناقص واحد لما الـ x يؤول إلى الواحد بقيم أكبر تساوي ماذا لو نعود سبح لنا واحد ناقص ثلاثة زائد جذر واحد ناقص واحد وتسعينا ناقص اثنان انظروا إلى هذه القيمة أصبحت تساوي لنا هذه القيمة أي limit جي لي x لما الـ x يؤول إلى الواحد بقيم أكبر تساوي لنا جي لي ماذا جي لواحد وتسعينا ماذا ناقص اثنان إذن ماذا نقول عن الدال جي عند يمين عند يمين الواحد نقول الدال جي مستمرة على يمين العدد واحد لماذا؟ لأن تحقق هذا التعريف هنا واحد وهنا واحد وعطت لنا ناقص اثنان التعريف تحقق إذن هي مستمرة على اليمين الآن نأتي لدرسة الاستمرارية على اليسار ونلاحظ إذا وجدنا أنها تساوي لنا جي لي اثنان أن الدالة دائما قلنا أنها تساوي لنا limit إذن نغير هنا هكذا إذا وجدنا لما نعوذ بواحد نجدها ناقص اثنان لكن بقيم أقل فنقول أن الدالة تصبح مستمرة على اليسار تعالوا الآن ننطلق في ذلك إذن قلنا أنه جي لواحد دائما تبقى لنا ناقص اثنان يقول أحدكم يا أستاذ عوذ هنا لا هنا العبارة غير معرفة نحسبها كنهاية تصبح لنا limit جي لإكس لما الإكس يقول إلى الواحد لكن بقيم أقل تساوي لنا limit ماذا؟ ناقص اثنان زائد جذر أربعة ناقص ثلاثة إكس هكذا لما الإكس يقول إلى الواحد بقيم أقل تساوي لنا تعالوا الآن نعوذ بالنقص اثنان بأن الواحد تصبح لنا ناقص اثنان زائد جذر أربعة ناقص ثلاثة في واحد وهي ثلاثة تصبح لنا كام يأبني ثم تصبح لنا نركز ناقص اثنان زائد أربعة ناقص واحد تحت الجذر هو واحد واحد تحت الجذر خرجنا بواحد فنجدها تساوينا ناقص واحد إذن ماذا نقول؟ تصبح لنا limit جيل X لما الـ X يأول إلى الواحد بقيم أقل تساوي لنا ناقص واحد ولا تساوي لنا جيل واحد لأن جيل واحد قلت ها هو يا أبنائي ندرج إذن ها هو لأن قلت تعوض إلا في الواحد تعوض هنا فقط لأن هنا المجال الواحد يسمح لو بالدخول أما هنا يحسب كنهاية فقط إذن فنقول ماذا؟ فنقول limit جيل X لما الـ X يأول إلى الواحد بقيم أكبر لا تساوي limit جيل X لما الـ X يأول إلى الواحد بقيم أصغر إذن بما أن وجدنا هذا الأمر غير وارد قبل كل شيء ننفي هنا نأتي إلى هذه الجملة قبل كل شيء نقول أدال جي غير مستمرة على يسار الواحد غير مستمرة لأن لم يتحقق هذا لم يعطينا هذا ثم الآن إلى هذه القاعدة النهائية نقول أدال جي غير مستمرة عند واحد غير مستمرة أصلا لأنه هو قال أدرس الإسلامية عند واحد حسبناها من اليمين ومن اليسار من اليمين مستمرة من اليسار غير مستمرة ومن هذا نقطع على أنه غير مستمرة عند الواحد يعني المنحة يأتي إلى مكان معين ثم يرفع القلم ثم يعيد الرسم يعني هذه معناها كتفسير بيني أنه القلم مستمرة القلم لا يرفع غير مستمرة القلم يرفع يا أبنائي نأتي الآن أبنائي إلى السؤال الآخر وهو دراسة قابلية الاشتقاق إذا ندرس قابلية الاشتقاق للدلاج عند الواحد أولا علينا أن نتعلم قانون العدد المشتق أو ماذا أو الاشتقاق يلاحظوا القانون ماذا يقول يقول أفتح لأ تسوي لنا limit F لإكس ناقص F لأ على إكس ناقص أ لما الإكس يقول إلى أ إن وجد هذا العدد وجد عددا حقيقيا فنقول الدل قابل الاشتقاق إن وجد غير عدد حقي يعني ما لا نهاي فنقول الدل غير قابل الاشتقاق هذا مثلا التعريف الأول ننطلق مع التعريف الأول أبنائي ثم نأتي كذلك يجد لنا تعريف ثاني لاحظوا إذن هذا التعريف الأول سوف نطبقه على هذه الأمثلة إذن نقول كعنوان دراسة دراسة قابلية الاشتقاق لدال جي عند العدد واحد تعالوا الآن ننطلق رويدا رويدا منها تصبح لنا هكذا لمت جي لإكس ناقص جي لواحد على إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل يعني بقيم أقل معناه نأخذ هذه العبارة معا نحن نعلم أبنائي أن جي لواحد لما حسبناه في هذا المجال الذي ينتمي إليه الواحد أبنائي كم وجدناه؟ وجدناه ناقص اثنان تذكروا ذلك قلت جي لواحد سي ناقص اثنان فتصبح تساوي لنا لمت الآن بما أنا بقيم أقل نأخذ هذه العبارة صبح لنا ناقص اثنان زائد جذر أربعة ناقص ثلاثة إكس ناقص جي لواحد ناقص جي لواحد جي لواحد ها هي قيمته مع هذا الناقص صبح لنا زائد عفوا صبح لنا قلت لنا زائد اثنان على إكس ناقص واحد مع إكس ما زال يقول إلى الواحد بقيم عفوا بقيم أقل فيختزل هذا مع هذا فماذا يحدث يا أبنائي فتصبح لنا تساوي لنا لاحظ نقطة كي نتعلم الآن لو نعوذ تعويض مباشر سوف نجد لو نعوذ هنا بالواحد في البسط أكيد سوف نجد الواحد وفي المقام نجد صفر إذن ما زال المشكل هنا تعالوا نقوم بتفكيك هذه العبارة إذن بما أن هذا وهذا قد ذهب إذن ماذا نقول تسبح لنا الميت انظروا جيدا الميت أربعة ناقص ثلاثة إكس في واحد على إكس ناقص واحد لما الإكس يؤول إلى الواحد بقيم أقل لكن عندنا نهاية شاهرة تعرفونها الكل لميت انظروا جيدا واحد على إكس ناقص آ لما الإكس يؤول إلى الآ بقيم أقل مشهورة أنها تساوينا ناقص ملا نهاية إذن هذه تعطيكم ماذا تعطينا ناقص ملا نهاية وهذه لما نعوذ بالواحد كم تعطينا تعطينا واحد إذن تصبح لنا هكذا تصبح لنا كأنما واحد في ناقص ملا نهاية واحد في نقص ما لا نهاية مهما كان بالرغم هو النقص ما لا يعوض لتقيب المعلومة فقط لأنه هو عدد غير حقيقي يا عبنائي حتى نقرب المعلومة إذن تعطينا ماذا؟ تعطينا الناقص ما لا نهاية هل وجدنا أن هذه القيمة وجدناها عدد حقيقي؟ لا إذا لاحظ وجدناها ما لا نهاية فماذا يمكن أن نقول في هذه الجهة؟ نقول الدالج غير قابلة للاشتقاق على يسار العدد واحد هنا لا غير قابلة للاشتقاق لأن وجدنا هذه المالة نهاية هذا الأمر لو وجدناه مثلا خمسة أو ست نقول قابلة للاشتقاق على اليسار نقول ومنحناها البياني يعني هناك تفسير بياني لهذا العدد الذي وجدناه هو المالة نهاية ومنحناها البياني يقبل نصف مماس قلت نصف مماس هكذا نصف موازيا لهذه الحالة لما نجده مالة نهاية موازيا لمحورة التراتيب أو كذلك مماسا عموديا قلت كيف هو؟ عموديا معادلة كيف تكون؟ تكون X يسوي لنا ماذا؟ واحد X يسوي واحد معناه لو جئنا مثلا قلنا مثلا هنا الواحد يأتينا هكذا المنحنة فالمماس ذلك المماس يأتيكم بهكذا يأتيكم هكذا عموديا لأن ميله يكون مالة نهاية بهذه البساطة أو إذا كان مثلا نقص ما نقول مثلا هكذا كذلك يأتيكم بهذه الصورة المنحنة يأتيها هكذا والمماس يأتيكم بهذا الاتجاه هكذا مماسا عموديا يمر على الفاصلة كم؟ الفاصلة واحد الآن هذا فيما يخص بالتعريف الأول عندنا كذلك تعريف ثاني درستمه كذلك لهو ها هو سوف أريكم إياه ونستخرج كذلك العبرة بنفس الطريقة تابعوا معي أبنائي هذه بالتعريف الأول عندنا كذلك تعريف ثاني سوف أريكم إياه تابعوا ها هو التعريف ثاني يا أبنائي أورو ها هو التعريف ثاني انظروا ها هو التعريف ثاني هكذا يقول limit F لأ زائد أش ناقص F لأ على أش لما الأش لكن دائما يقول إلى الصفر ركزوا الأهوة عندنا هو ها هو الأهوة أمامكم هو الواحد تابعوا هل نجد ناقص ما لا نهاية أم لا؟ إذا تصبح لنا هكذا limit G لي 1 زائد أش لأن الأه قلنا ها هو الأه هذا هو الأهوة أهو واحد ناقص جي لي واحد على ماذا؟ على أش لما الأش يقول إلى الصفر بقيام أقل لماذا بقيام أقل؟ لأن ما زلنا في هذه العبرة يعاني الواحد بقيام أقل حتى تفهموا تساوي لنا أركز وأرجوكم نقطة نقطة أبنائي الآن في بطن في كل مكان من الـ X نعوذ بواحد زائد أش فتصبح لنا limit انظروا جيداً قلت في كل مكان من الـ X عوذ بواحد زائد أش لأن في الأس نقول جي لي إكس لما الإكس هنا عوذ بواحد زائد أش معنا في كل مكان من الـ X نعوذ بواحد زائد أش فصبح لنا ناقص إثنان زائد جذر أربعة ناقص ثلاثة في واحد زائد أش انظروا جيداً هكذا أبنائي ناقص جي لي واحد جي لي واحد قلنا كم يسوينا؟ يسوينا ناقص إثنان مع النقص بحلانة زائد إثنان هذا الأمر مفروغ منه اللي هو جي لي واحد وجدناها ناقص إثنان مع النقص بحلانة زائد إثنان على أش لما أش يقول إلى الصفر بقيم أقل أولاً عندنا هذا ذهب مع هذا لما يذهب إذن تصبح العبارة كالتالي تصبحها كذا الآن نكمل العمل رويداً فتصبح لنا تسوينا لميت أربعة ناقص ثلاثة زائد ناقص ثلاثة أش لأنه قمت بالنشر هنا والنشر هنا على أش لما الأش يقول إلى الصفر بقيم أقل تسوي تسوينا لميت ناقص يصبح لنا واحد ناقص ثلاثة أش على أش لما الأش يقول إلى الصفر بقيم أقل تسوي نقطب المغلل لو نعوض في البسط البسط الأمر مفروغ منه سوف نقوم بتفكيك هذه هنا تصبح لنا لميت واحد ناقص ثلاثة أش مضربة في واحد على آش لما الآش يؤول إلى الصفر بقيم أقل عندنا لميت واحد ناقص ثلاثة آش لما الآش يؤول إلى الصفر بقيم أقل هذه تعطيكم واحد لا جدال كلكم تنظرون إليها إنها الواحد أعوذ هنا بالصفر تصبحنا واحد ناقص صفر اللي تحت الجد تشطينا واحد أما لميت واحد على آش لما الآش يؤول إلى الصفر بقيم أقل هذه مشهورة أنها تستطيعون ناقص مالا نهاية إذا لاحظوا واحد في ناقص مالا نهاية تعطي لنا كم ناقص مالا نهاية ها هو وجدناها بنفس كذلك هنا ماذا نقول بنفس الخطة نقول الدالة غير قابلة الاشتقاق وتقوى منحناها البيقبل نصف مماس موازيا لمحور التراتيب فقط بنفس الكلمات التي كنا نتحدث عليها في الأول الآن هذه فيما يخص العبارة الجزء الأول يعني بقيام أقل الآن بقيام أكبر بنفس الخطة أبناء نستعمل القانون الأول ونستعمل القانون الثاني ولاحظوا بأم أعينكم فتصبح لنا لمت جيلي اكس ناقص جيلي واحد لم على اكس ناقص واحد لما الاكس يقول إلى واحد بقيم أكبر تسوي لنا الآن نستعمل هذه العبارة فتصبح لنا لمت اكس ناقص ثلاثة زائد اكس ناقص واحد ناقص ماذا ناقص جيلي واحد تصبح لنا زائد اثنان لأن الجيلي واحد دائما يصبح لنا ناقص اثنان مع الناقص تصبح لنا طبقا لما نعوذ بالناقص اثنان مع هذا النقص تصبح لنا زائد اثنان على اكس ناقص واحد لما الاكس يقول إلى الواحد لكن بقيم أكبر فتصبح لنا لمت انظروا جيدا اكس ناقص واحد لأن هذا مع هذا يؤتينا ناقص واحد زائد جذر اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد لما X يقول إلى الواحد بقيم أكبر هنا عندنا عدة طرق إما نستعمل مرافق أو إما نستعمل اختزال مباشرة لأننا لو نعوذ تعويض مباشر سوف تجدون في البسط الصفر وفي المقام صفر كيف يمكن أن نزيل ذلك؟ تصبح لنا لاحظوا جيدا ما رأيكم أن نفكك هذا على هذا ثم زائد هذا على هذا لم نفعل شيء إنما قمت بتفكيك المقام عندنا التوحيد المقام والتفكي الموضع تصبح لنا limit X-1 على X-1 زائد جذر X-1 على X-1 لما X يقول إلى الواحد بقيم أكبر يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا تسوي لنا limit 1 زائد الآن ما رأيكم أن نضرب هذا في جذر X-1 وهذا في جذر X-1 وصبح لنا X-1 في X-1 على ماذا؟ ركزوا جيدا على X-1 في جذر X-1 لنزيل يعني الجذر لما X يقول إلى الواحد بقيم أكبر أكيد فماذا يحدث يا أبنائي أنه هذا يعطي لنا ماذا؟ هذا يتحول أبنائي ويعطي لنا هذه العباة يعني جذر X-1 في جذر X-1 يعطينا ونحن بقيم أكبر معناه لا يحدث لنا أي إشكال فتعطينا X-1 فيذهب هذا مع هذا فتصبح لنا تسوي لنا limit 1 زائد 1 على جذر X-1 يمكن هذا الجذر أن نحوله إلى هذا المكان لأن الواحد عدد موجب لا يحدث لنا أي شيء وجذر واحد يبقى جذر واحد لو كان الاثنان لا يمكن لأن لا يمكن أن نقول الجذر 2 يسوي الاثنان أما الواحد يبقى دائما قيع جذره أو ليس جذره يبقى هو الواحد لما X يقول إلى الواحد بقيم أكبر تابعوا إذن ماذا يحدث يا أبنائي هنا ممكن نستعمل الدواء المركبة أو يعني الدواء المركبة إذا قلنا V لX تسوينا 1 على X-1 وعندنا V لX تسوينا الجذر X يعني البنت والأم الآن عندنا limit 1 على X-1 لما X يؤل إلى الواحد بقيم أكبر هذه مشهورة أنها تسوينا زائد ما لا نهاية فتصبح لنا limit بالتركيب جذر X لما X يقول لا نقل الآن إلى الواحد أبن نقل إلى ما وجدناه هذا يعوضون لما عند زائد ما وتعطينا كم تعطينا زائد ما لا نهاية بهذه البساطة أو عندنا هذه تعطيكم كم زائد ما يجد زائد ما لا نهاية هو زائد ما لا نهاية إذن ماذا أعطت لنا؟ إذن تعطينا هذه أعطت لنا زائد ما لا نهاية ونضيف لها واحد فمهما كان مثل ما نقول بحر زائد قطرة يبقى لنا بحر إذن تعطينا زائد ما لا نهاية ها هي قد حاسبنا ذلك بهذه الطريقة الآن بعدما وجدنا ذلك ماذا نقول عن دل جي نقول نقول الدل جي غير قابلة للاشتقاق على يمين العدد واحد هذا الأمر الأول ومنحناها يعني كالتفسير بياني أناها البياني يقبل نصف مماس موازيا لمحور التراتيب معادلته X يساوي واحد يعني لو جاء المنحنة هكذا هكذا مثلا سوف يأتينا هذا هذا هو المماس يمر عند الفاصلة واحد يعني منحنة يعني مماس عامودي أو شاقولي كذلك يمكن أن نستعمل الطريقة التي استعملناها في الاش ونجد نفس النتيجة اللي هي ماذا أنمال نحن جيدة إذن تابعوا كي نستخرج العبارة الآن بالطريقة الثانية حتى يتعلم الجميع بالطريقة الأولى والطريقة الثانية يا أبنائي كي لا تمنح لأنفسكم الآن إذن نقول limit جي لي واحد زائد أش ناقص جي لي واحد على أش لما الأش يقول إلى الصفر لكن بقيم أكبر نحن نطبق هذا القانون فتصبح لنا ماذا فتصبح لنا تسوينا limit الآن ماذا نستغل نستغل هذه العبارة لاحظوا جيدا سوف نستغل الآن هذه بقيم ماذا بقيم أكبر الأخرى استعملنا بقيم أصغر الآن قلت نستعمل الآن نعم نستعمل بقيم أكبر العبارة التي وجدناها إذن ها هي يا أبنائي ها هي العبارة هذا قد دورت في الأول إذن ماذا تعطي لنا؟ تعطي لنا هكذا تعطي لنا واحد زائد أش يعني في مكان الإكس ناقص ثلاثة زائد جذر واحد زائد أش كله إكس نعوذ بواحد زائد أش ناقص واحد على أش لما الأش يقول إلى الصفر بقيم أكبر تساوي إذن تصبح لنا تساوينا limit أش ناقص إثنان يعني هذا مع هذا كم لاحظوا نسينا شيء نسينا ناقص جيلي واحد وهو زائد إثنان ننتبه قلت ننتبه أرجوكم حتى لا تخطيط أمورنا قلنا ناقص جيلي واحد جيلي واحد ها هو إذن هذا مع هذا نعطيكم ثلاثة مع ناقص لهذا وهذا وهذا كلهم ذهب إذن ماذا بقيت لنا الأشياء التي سوف تبقى وعندنا أنه هذا مع هذا ذهب فبقيت لنا جذر أش على أش لما الأش يؤلي إلى الصفر بقيم أكبر تساوي لنا limit لاحظوا جيدا نضرب البسط في جذر أش والمقام في جذر أش فتصبح لنا أش لأن هذا لما نضربه في جذر يذهب في أش على جذر في جذر أش لأننا ضربنا في البسط في جذر أش والمقام في جذر أش جذر أش الذي في البسط تحول إلى أش لما أش يؤل إلى صفر بقيم أكبر يذهب هذا مع هذا فتصبح لنا تساوي لنا limit لاحظوا جيدا أبنائي كي تتعلموا تصبح لنا تساوي لنا واحد على جذر أش لما الأش عفوا لما الأش يؤل إلى الصفر بقيم أكبر هذه نفسها اللي هي limit واحد على أش لكل تحت الجذر لما أش يؤل إلى الصفر بقيم أكبر وهذه بقاعدة التركيب هذه تعطي لكم كم تعطي لكم مالا نهاية جذر المالا نهاية هو مالا نهاية ها قد توصلنا إلى ذلك لأن هنا تصبح لكم واحد على صفر زائد واحد على صفر زائد هو الزائد مالا نهاية جذر الزائد مالا نهاية هو زائد مالا نهاية يعني كتفسير فقط لتقريب المعلومات أو يمكنكم أن نستعمل التركيب إذا قلنا أن وي لإكس عبارتها واحد على أش وذي لإكس تسعينا الجذر أش هذه نهايتها زائد مالا نهاية وهذه لما الإكس يؤل إلى زائد مالا جذر الزائد مالا هو زائد مالا يعني تعطيكم زائد مالا نهاية بنفس الخطة نقول الدالة جي غير قابل الاشتقاق على يمين الواحد فهي فمنحناها البياني ماذا نقول منحنا بيقبل نصف مماس موازن لمحور التراتيب معادلة إكس يساوي واحد الآن وفي الأخير ونقول وأخيرا الدالة جي غير قابلة للاشتقاق عند ماذا عند الفاصلة فاصلة ماذا واحد ومنحناها البياني يقبل نصف مماسين نصفين مماسين يعني مماس الفوق ومماس إلى التحت في هذه البساطة المطلقة وفي الأخير أبناء وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من خلال هذا الفيديو كما يمكنكم زيارة صفحة ليا صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ويوجد منتدى الأستاذ نور دي ليصلكم جديدنا باستمرار كما لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والأفئة والترحم على روحهم الطاهرة وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة